إلى تشيلي حيث يجري سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مباحثات رسمية مع كبار مسؤولين هناك في العاصمة التشيلية سانتييغو التقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نظيره التشيلي مع علي روبرتو أمبويرو حيث بحثا مسار العلاقة الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيرة بتعزيز أوجه التعاون في المجالات كافة كما تم تبادل وجهات النظري تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كذلك التقاسموه مع علي أندريت شادويك وزير الداخلية في تشيلي وجرى خلال اللقاء بحث سوء لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الإمارات وتشيلي انطلاقا من العلاقة الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين أيضا التقاسمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان مع علي رامون فالينتي وزير الاقتصاد التشيلي إذ تم بحث العلاقة الثنائية المشتركة بين البلدين وأسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية هذا والتقاسمو وزير الخارجية والتعاون الدولي مع علي أنطونيو ووكر وزيرة زراعة التشيلي الذي أبدى اهتمام بلده بتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي إلى ذلك زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي متحف تشيلين يودي آرت في تشيلي متفقد أن سموه أروقة المتحف الشهير الذي يضم أكثر من ألف قطعة تعرض ثراءة وتنوع الثقافة تشيلية والأعمال الفنية وغيرها من الإبداعات عمر بعضها أكثر من 2500 عام رافق سموه خلال تلك اللقاءات والزيارات ساعدت عبدالرزاق محمد هادي سيفير الدولة لدى جمهورية تشيلي موسيقى